يا أهلا وسهلا حبيب الحلوين وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت جاية النهاردة وكالعادة جايبالكم معايا قصة جديدة بس قصة النهاردة كوميدية جدا ورومانسية متأكدة ان كلكم هتحبوها لكن قبل ما نبدأ قصة النهاردة أوعوا تنسوا تصالوا على النبي وتفجروا زر اللايك واللي مش مشترك في القناة أتمنى يعمل سابسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم اشعار أول ما ننازل قصة جديدة يلا بينا نبدأ قصتنا في الكلية كانت بنت ماشية بتتشاكل مع دبان وشها ومش طيقة نفسها ولا طيقة أي حد ومستنية أي حد يقول لها تلت التلتة كام علشان تأكلوا بسنانها وفجأة خبطت في حد ووقعت منها النظارة جريت بسرعة ومسكت النظارة والحمد لله إنها ما تقصرتش لبستها وقامت علشان تشوف مين اللي خبطها ونزلت شيتيمة والزعيق فيه يا متخلف ياللي ما بتشوفش يا أخب خلق الله إنت ماشي تغبط في الناس ولا آه بتتلزق بقى في البنات ياللي أهلك ما عارفوش يربوك ولا تعرف حاجة أصلا عن التربية ولا عن الأخلاق إنت أكيد هأكيد جاي هنا علشان تشقط بنت من هنا واقف مصدوم وفعلا كان واقف مصدوم إزاي حد يشتموا كده علشان خبطها من دون أصل زعق فيها وقال خلاص إيه كفاية لغاية كده مصورة فتحت مصورة شتيمة ما تهدي على عصابك شوية وبعدين أنا ما كنتش قصدي وبعدين آسف يا ستي علشان وقعت نضارة سيادتك أنا آسف ردت عليه وقالت وهي آسف بتاعتك دي بقى أعمل بها إيه ها؟ أعمل بها إن شاء الله ولا بتقدم ولا بتأخر وبعدين ما كنتش تقصد إزاي ليه؟ ماشي مغمض عينيك؟ وقال لسرحان في البت بتاعتك أصل إنت شكلك كده مساهوك زي شباب اليومين دول وشكلك كده بتاع بنات ومش عاجبني واتوتو إيه؟ أنا واتوتو؟ يا نهر أبيض وبعدين في بنت تقول كده ارحمي نفسك بقى شوية يا شيخة وبعدين بنت مين اللي هكون صحان فيها دي؟ ما تحتلمي ملافزك شوية يا أنسة أقصد يا حجة أنسة مين؟ ده أنت شكلك عندك عشر عيال أعوذ بالله لا تفقهي حاجة عن الأنوسة تماما نعم؟ هأنا مفقهش حاجة عن الأنوسة؟ عموما ما يخصكش هأنا يا سيدي مستر جيلا وبعدين بص بقى أنا مش هرد عليك علشان ما يقولوش اتنين نسوان بيشدوا في شهور بعد وفجأة سمعوا أصوات ضحك وراهم قوية جدا أول ملف وشهم طبعا شايفوا كل الجامعة كانوا واقفين عمالين يتفرجوا على الخناء وميتين على نفسهم من الضحك عجبك كده فضحتين وفرقت الجامعة كلها علينا وبعدين هو فيه إيه؟ أو أنا عملت إيه بالزبط؟ ما قلتلك أنا آسف إيه اللي حصل لده كله علشان تقوليلي كده أنا بس مش راضي أمد إيدي عليكي علشان أنت بنت وإلا كنت وريتك إزاي تتجرأي وتقوليلي الكلام ده كنت علمتك الأدب لأنك شكلك فعلا محتاجة أنك تتعلميه ردت وقالت له يومي خفت خف يعيد خاف بقولك إيه أنا بقى ما بخفش من حد وأعلم في خلك ركبه كلامك ده ولا يهز شعره في راسي ما يفرقش معايا تماما رد عليها وقال آه أنت فعلا لسانك طويل وعايز القص وشكلك كده جيتي للإنسان المزبوط اللي هيقصلك لسانك قريب قوي ردت وقالت له هتقصلي لساني طيب تمام وأنا مش مشكلة هبقى وديلي الخياط علشان يأثروا حبة كمان اتعصب منها كمان وكمان لأنها كانت مستفزة وما بتسيب لهش ولا كلمة إلا ما ترد عليها بعشر كلمات كمان يوه ده أنت مستفزة يا ساتر يا رب أنا عمري ما شفت زيك هو إيه ده أنت بلع راديو أنا مش عارف أنت جايبة البرود ده منين جايبة من عندهم لطفي اللي بتنور وتدفي هو كان مستغرب جدا من كلامها وكان كلامها بيعصبه كمان وكمان وفي ده يزعق ويقول بت أنا مش نقس اللي تأدبك أنت واحدة مش محترمة وعلى فكرة كمان أنا سكتلك من زمان لحد هنا بقى وكفاية كلمة كمان وهقدك على الحبس على طول نعم هي من دي اللي مش محترمة يا سافر أنت اللي مش محترمة وبعدين حبس إيه يا خويا ليه بتشتغل زابط هناك ولا إيه يا حرام قال يعني بيرسل نفسه وعامل فيها زابط ولا زابط ولا نيلا ده أنت أخرك عسكري اتعصب كمان وكان بيقول لأ بقى كفاية لغاية هنا وبعدين صحيح هو أنا ما قلتلكيش اخصى علي أصلا فعلا زابط هناك ومش أي زابط زابط في المخابرات العسكرية كمان ردت بصدمة وهي فتحة بقى وبتقول ها أنت زابط زابط في المخابرات العسكرية كان ماسك نفسه من الضحك على منظرها وبعدين قال أنا شايفك يعني سكتي وما تكلمتيش ولا نص كلمة تاني سبحان الله دلوقتي كان فيه راديو شغال إلا قوليلي بقى يا أمورة تحبي أغدك معي على الاسم؟ يعني أغدك كده علشان تعملي زيارة هناك هي كانت مصدومة تماما ما كانتش مصدقة فعلا إن هما زابط وكانت في زهول تام وخايفة منه جدا ومرتبكة ومش عارفة تمشي ولا تقعد وبعدين قال لها ما تخفيش هتيجي تشرفي وتنوري عندنا في الاسم وهتقادي هناك يعني مدة ما تقلش عن 15-20 يوم بس أنا متأكد إنك هتخرجي هتكوني واحدة تانية تماما ها؟ أنا أروح الاسم وأقعد هناك 15 يوم ليه؟ وأنا عملت حاجة ده أنا حتى كيوت وهد ياهو ده أنا حتى صوتي ما بيطلعش هو أنت سمع صوتي؟ ده أنا نفسي مش سمع صوتي أنا ما عملتش حاجة أنا لازم أمشي عن إذنك وتلعت تجري بسرعة جدا من قدامه وهو فضل يضحك عليها على منظرها اللي كان يضحك جدا وبعدين قال لها استني بس استني عندك أنا عايز رقم والدك أنت رايحة في أنت عالي ردت ورجعت تاني وقالت ليه؟ أنت عايز رقم بابا ليه؟ هو أنت يعني هتقوله على اللي حصل مهو أنت لو قلتله هيعلقني في سقف البيت بصراحة بقى يعني ملهوش لزوم رقم بابا رد وقال لا أنا عايز رقم والدك علشان أقوله أني هاخدك أحبسك في بيتي وكمان طول العمر كانت مصدومة من الكلام اللي بتسمعه وطلعت تجري وهي بتقول لا شكرا يا أخويا مش عايزة تحبس وطلعت تجري وهو قال لها طيب ماشي بس أنا بقى هعرف أجيبه بطريقتي وهحبسك طول العمر وبعدين مشيت على طول ورجبت الباص علشان تروح على البيت وبعد ما رجبت في الطريق السواء كان مشغل أغاني حزينة فضلت تقوله ايه يا عم الحزن ده هو احنا نقصين في الأغاني الزفت دي رد عليها وقال ايه يا أنيسة دي الأغاني دي بتعبر عن أحزاني ما تسيبيني في اللي أنا فيه أصل أنا مهجور مهجور على الآخر مهجور إيه له هيهجورك مع جموسة هبلة وبعدين بقولك إيه إحنا ملنا بنكدك ده لما نكدك وقعد على جم إحنا مش نقصين أعرف والله بقولك إيه نزلني 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 على جم هو أنا نقصة نكد هنا ونكد في البيت ونكد مع الحلوف اللي كنت معاه في الجامعة وقفني عندك وفحلا نزلت من الباص وهي ماشية في الشارع كانت بتقول يوه الجو حر قوي النهار ده ده إيه لنا فيه ده حاجة مقززة بيجدها موت من الحر إيه الصيف ده مش عايز يخلص بقى أنا بكره الناس اللي بيقولوا إن هم بيحبوا الصيف دخلت بيتها وكانت عمالة نادي وتقول يا أهل الدار يا أهل الدار أنتوا فين يا رب بتكونوا طفشتوا وصبتوا لي البيت لوحدي بس شو إيه يا بقر أنت بتجعاري ليه كده إحنا في بلد تانية ولا إيه مش قلتلك مليون مرة لازم يكون صوت كواتي أنت بنوتة لازم تتكلمي بأدب بنوتة إيه بس وزفت إيه وبعدين يعني يا ستة كل معلش أصلا قرفونا النهاردة وعلى آخري عموما خلاص أنا جعينا هموت من الجوع مكلتش حاجة من الصبح ردت الأم وقالت أنت دايما بتاعت مشاكل كده ربنا يهديك يا بنتي ماشي اتفضل يا ستة ادخلي غياري هدومك لغاية ما بابك ييجي وأول ما ييجي هنحط الغدى ونتغد على طول بس ما تفضليش بقى تنامي وافضل صحيكي بالساعات هادري عسى مش هنام هعود أتفرج على الموبايل لغاية ما بابا ييجي وفعلا تلعت غيرت هدومها وكانت قاعدة في الليفنج وكانت مسكة الموبايل بتتفرج عليه جي والدها من برا وقال السلام عليكم إيه اللي صار عامل إيه حبيبتي طمينيني عليك وعملتي إيه النهاردة في الجامعة حضرت المحاضرات بتاعتك ردت إيه صار وقالت آه حضرتها يعني كان يوم ما هبت بستين نيلة على دماغهم وعلى دماغ اليوم اللي رحت في الجامعة كالعادة لازم أرجع بالمشكلة وخناعة الناس دي ما بتفهمنيش ياسطا ياسطا في بنت مؤدبة تقول لباباها ياسطا صبرني يا رب أنا عارف إن كلام ده وأخرتك معايا مش مريحة خالص عموما قوليلي هببتي مشكلة مع مين النهاردة ردت وقالت أنا أنا بتاعت مشاكل أنا هو أنت برضو يا حج تعرف عن بنتك الغلبانة المصونة دي أي حاجة زي كده إن أنا غلبانة وقعدة في حالي ده أنا حتى يتيمت الجد والجد دخلت الأم وقالت حمد الله على السلام يا حج هيا دي تعرف تقعد عقلك هده لازم تعمل مشاكل مع خلق الله هأنا عارفة أنت جايب البنت دي بس منين جايبها من مستشفى الأمل اللي قولتها فيها المهم يلا بقى نتغدى علشان بعد الغدى كده عايزك في موضوع مهم ما قوي ألي صار وأنا متأكد إنك يعني مش هتخزلي بابا حبيبك لأ أنا هستنى بعد الغدى مستحيل أنت لازم تقر وتعترف دلوقتي حالا يصطة ها بقولك إيه هأنت عارف أن أنا فضولية يصطة تاني بقولك يا لمدة يلا على الغدى بدون ولا كلمة وبعد الغدى هفهمك كل حاجة المهم دلوقتي نتغدى علشان أنا جعان جدا يلا يلا قدامي ساعد يا ماما في الأكل ها قدني ساعدت الحجة وإنت برضو قاعد لغاية دلوقتي وساكت وبعدين يا حجة أسيبك واطلع نام يعني ولا أعمل إيه أنا لازم أبر الوالدين هقولي يا حجة إيه اللي حصل وعايز تقول إيه إنجز طيب يا ستي هقولك الموضوع الموضوع وما فيه إن في حد كده يعني اتكلم عليكي ردت وقالت أنا حدي يتكلم علي أنا قطع لسان اللي يتكلم علي قطع لسان الناس كلها ناس ما وراها شغل إنها تجيب في سرط غيرها بقى أنا حدي يتكلم علي قولي هو مين وأنا روح أجيبه من ودانه رد عليها وقال لا يا هبلة يعني فيه واحد متقدم لك فهمتي بقى بطلي تاخذي الأمور بعصبية كده وتاخذيها على أعصابك افهمي كلام يا بوس إيدك آه ماشي يا بلحج أنا كده فهمتك وبعدين يعني عريسه الجو الملزق ده وبعدين أنت عارف أنا أصلا مستحيلة تجوز عارف ليه لأن بزمتك يا شيخ دي منظر واحدة تشيل مسئولية هأكيد لا بص نظراتك بتقول كده بيت اتزبتي وبعدين تسكوتي خالص يا عرانتي أنا أصلا زهقت منك وعايز أخلص منك بأي شكل ولما صدقت حد بص في خلقتك وجاي يتقدملك في الآخر هنقوله لأ ده أنت هتتجوزي ورجلك فوق رقبتك يا ستي أعودي معاه ولو ما ارتحت لهوش خلاص يبقى كل واحد يروح لحاله المهم يعني تجربي ويمكن يكون شخص كويس وبطل تقلديني بإيدك طول ما أنا بتكلم حاسس إن أنا مخلف بغبغان حاضر يا صد أصد حاضر يا بابا لما تشوف من اللحطة لده اللي جاي وعايز يتقدملي يلا هون تسلة وعود أتفرج عليه واتفرج على أهل الهطل اللي جايين علشان يجوزوا لوحدة متخلفة زي ما هو بصي بقى أنت عارفة لو عملت حاجة كده ولا كده هعلقك على باب الشقة وهقطع ودانك وهرميها في الزبالة هترمي وداني في الزبالة تب فريدي عاوزة تصنط على حد لازم أروح الزبالة وأجيب وداني علشان هرميها من تحت عقب الباب بصدقي فكرة حلوة وهي أسهل بدل ما أفضل أتصنط من الباب وحد يشوفني عموما حاضر مش هعمل حاجة هو أنا بزمتكو بعمل حاجة ردوا الاتنين وقالوا لأ ما بتعمليش حاجة أبدا إحنا اللي بنعمل كل حاجة إحنا عالم ظلمة وتاني يوم جيها العريس وهي كانت جهزة وطلعت قدمت القهوة ودخلت قعدة جنب والدها وكانت موطية راسها في الأرض قال يعني مكسوفة وما قالتش كلمة غير إنها قالت السلام عليكم وفضلت قعدة مكانها متحركتش لكن طول ما هي قعدة كانت عمالة تبص على جزمة العريس وكانت بتقول هو الجزمة بتاعته حلوة وشيك يبقى أكيد شكله حلو والظاهر كده إني هوافق عليه أصل الرجل يبان من جزمته الأهل كلهم قرروا إنهم يطلعوا ويسيبوا العرسان مع بعض لوحدهم علشان يقدروا يتكلموا مع بعض وفعلا أهلها وأهل العريس مشوا وفجأة سمعت العريس بيقول فين لسانك يا عروسة اللي يشوفك مبارح وانت عملت شرشحي وصوتك جايب لأخر الشارع ما يشوفكش دلوقتي وانت قعدة مكسوفة وحطوشك في الأرض اللي صار رفعته اشها بسرعة علشان تشوف مين اللي بيقول عليها كده وأول ما بصت عليه اتصدمت لما لقيته نفس الشخص وهو فهد هو أنت يا أخويا يعني بعد كل التهذيق بتاع مبارح ده وجاي ليه ها أكيد جاي علشان تاخد حقك وتنتقم مني ده أنت جيت في ملعبي ده أنا هطلع روحك النهاردة ده أنا هخليك ماشي حافي بالجزمة الحلوة اللي انت لبسها دي وعمل نفسك قال إيه راجل شيك رد عليها وقال هو الصراحة زي ما تقولي كده أن أنا حبيتك يعني زي ما بيقولوا حب من أول نظرة اتكسفت جدا إلي صار ووش عمر وبصيت بسرعة على الأرض ما كانتش قادرة تبص في عينه من كتر الكسوف وبعدين قال إيه ده هو أنت بتكسفي عادي كده زي البنات أنا ما كنتش أتوقع أبدا إني أشوفك بتكسفي ليه يعني هو أنا مش بنته ولا إيه أنت ست البنات كلهم أنت أجمل بنت أنا شفتها في حياتي جميلة ورقيقة وزي الأمر فيك يعيب واحد وهو لسانك طبعا ده شيء مفروغ منه ردت عليه وقالت طيب أنا عيب لساني وهو مش ظاهر رح شوف ودنك في المراية اللي شبه البقرة لفاش كريه وبعد نص ساعة تقريبا دخلوا أهلهم مامتوا ومامتها وكانوا بياخدوا رأيهم وبيقولوا إيه يا أولاد قولوا لنا أنتوا قعدتوا مع بعض إيه الأخبار رد عليها فهد وقال كله تمام يا ماما الحمد لله إن شاء الله خير أنا عن نفسي متمسك بالجوازة دي جدا ومستحيل أسيبها وبعدين جيه والد إليسار وكان بيتكلم مع فهد في كل التفاصيل وقروا الفتحة ووالدها قال إن الشبكة الإسبوع الجاي أما بقى فهد العريس قال لا هو عايز كتب الكتاب يكون الشهر الجاي هو والفرح علشان مستحجل جدا ومنتظر اللحظة اللي هتكون فيها مراته وعلى اسمه وحلاله وفجأة وهم مماشيين ميسك إيديها اتصدمت أول ما لمس إيديها لأن ده أول راجل يمسك إيديها زقته بعيدة عنها وقالت سيب إيدي بقولك سيب إنت إزاي تعمل كده وتتجرق وتلمس إيدي ماينفعش وحرام إنت لسه مش جوزي هقوع لو سمحت بس إحنا قرينا الفتحة يعني عادي لو مسكت إيديك يعني إنت خطبتي وخلاص شعر بالزبط وهتكوني بتاعتي واحبسك للأبد لا يا عسل ده إنت حتى لو قريت المصحف كله ماينفعش تمسك إيدي أصغر بعد كتب الكتاب وقتها أكون مراتك رسمي وقتها أصبح لك إنك ممكن ممكن تمسك إيدي رد وقال بنظرة كلها حب اللي أنت عايزاه المهم في الآخر تكوني لي مراتي وحلالي وبتاعتي وامسكها براحتي وأخيرا جهي يوم الشبكة ولكنها برضو رفضت إنه يمسك إيديها ويلبسها الشبكة خلت مامة العريس هي اللي تلبسها لها وفرهم وكانوا مبسوطين جدا في اليوم ده وأهلهم كمان كانوا طيرين من السعادة وبعد ما خلص الفرح لقيت رقم غريب كان بيرن عليها فضل يرن كتير جدا وكانت مستغربة مش عارفة يا طرى مين الرقم الغريب ده اللي بيرن عليها في الوقت المتأخر فتحت وقالت إيه يا متخلف يا اللي بترن في نص الليل حد قالك إن ده رقم رقصة يا رحمك على انفاضية شوية مصطير صحيح على آخر الليل قف وقامت قفلة السكة في وشه بسرعة جدا وهي متعصبة قوي ومش عارفة حتى مين اللي كان بيتصل بيها ولا ديت له حتى فرصة أما بعد شوية لقيت حد بعت لها مسج وكان بيقول فيها أنا خطيبك يا هانم مين غير يعني اللي هيقدر يتصل بيكي في الوقت ده ويريد تردي علي أنا هتتصل بيكي تاني استغربت وكانت متفاجأة من اللي هي عملته ما كانتش تتوقع إن هو اللي بيكلمها في الوقت ده قالوا نعم خير في حاجة نسيت عندنا بدلة ساعدتك ولا حاجة رد عليها وقال لأ مفيش حاجة بس أنا يعني بتطمن على خطبتي هو عندك مشكلة أن يطمن على خطبتي ولا حاجة أصلها وحشتني عندك مشكلة ردت وقالت ولا هيقيت لم هو في حد يرن على حد نص الليل كده وبعدين وحشتك إيه ما أنت لسه سيبني من ساعتين أخ منك ده أنت مبص بساطي وعينك زيغة أهي بتاع البنات أنت رد عليها وقال بنات إيه بس ده أنت لوحدك اللي في قلبي بصراحة وحشتين علشان كده اتصلت علشان أسمع صوتك ردت وقالت مح وقلت أدب وسفالة وقفلت السكة في وشه إيه القرف ده هو أنا فضيع للكلام الماسخ ده ومرقعة الرجالة دي قال وحشت وقال أكلك وحش أما بقى في الوقت ده فهدي كان قاعد بعد ما قفل الموبايل كان عمال يضحك من كل قلبه عليها وعد شهر على الخطوبة وأخيرا جه يوم الفرح كان يوم جميل جدا وهم الاتنين كانوا طالعين زي الأمر في اليوم ده اللي صار رفضت الأغاني وعملت فرح حادي جدا بأغاني إسلامية وبعد ما خلص الفرح روحوا على بيتهم بسرعة أول ما دخلوا البيت وقفلوا الباب قال لها نورت بيتك يا عروسة أنا النهاردة أسعد راجل في الدنيا هي كانت بتقوله وأنت بتبصلي كده ليه أنت نظراتك مش مريحة وغريبة وطلعت تجري بسرعة جدا وهو فضل يجري وراه تعالي هنا يا مجنونة يا بنت أنا بقيت حلالك يا بنت أنا بقيت جوزك تعالي الله يهديكي تلعت تجري وهو يجري وراها أكتر من نص ساعة وأخيراً مسكها وفضلت تقوله هو أنت بتجري ورايا ليه يا حبل خلاص خلاص أنا تعبت أقف بقى مش هجري تاني أنا وقفة هو مؤدبة رد وقال صحيح هو أنا بجري وراك ليه هو أنت من حقك أصلاً تجري إلا قولي لي هو أنت يا مجنونة أصلاً كنت بتجري مني ليه هو أنا حكلك ردت عليه وقالت له يعني عادي حسيت كده أن العضلة الشمالة اللي في السمانة يعني كانت واجعني حبتين فقلت أم مجري وعمل شوية تمرين علشان تفك عادي يعني عروسة بتجري من عريسة هكون بجري ليه والله معرفش أصلاً ما تجوزتش قبل كده علشان أقولك يا بنت انت مجنونة جننتيني معاك وبعد تسعة شهور سحيت اللي صار من النوم وكانت عمالة تسرخ بقى على صوت وكانت عمالة تعيط من كل قلبها ووجع في كل مكان في بطنها ودهرها آه بولد بولد يا اللي إله تتشل أنت السبب يا حيوان إلهي ربنا ينتقم منك يا شيخ أنت السبب أنت اللي عملت فيها كده حاسبي الله وانا عمل وكيل أشوف فيك يوميا بعيد رد عليها وقال اهدي اهدي كفاية دعاوين تبتدع علي اللي أنا عملت فيك إيه مش كان بمزاجك ياختي عموماً خلاص استحملي علشان شوية والدكتورة جاية أنا لو شلتك وحطتك في العربية وركبتك وجينا نروح المستشفى تولدي في العربية وتوسخيها كل اللي همك إن أنا أوثخ العربية يا آس يا ظالم يا مفتري حاسبي الله وانا عمل وكيل فيك يا شيخ فهد حبيبي قرب علي كده ممكن إيدك يا حبيب قلبي وأول ما ديها إيده قربت عليه وعدته جامد جدا وهم اللي اتنين كانوا بيصرخوا بأعلى صوت عدته علشان يحس بوجعها وهي كمان كانت بتعايت من قلم الولادة وأخيرا جات الدكتور وولدت إليسار جابوا ولد جميل وزي الأمر وكانوا فرحانين قوي لأن أخيرا سمرت حبهم جات على الدنيا وبعد خمس سنين الولاد كان اسمه مهند كان زي الأمر وشبه بابا كانوا هم الاتنين بيلعبوا كرة في الصالون أما بقى إليسار كانت وقفة في المطبخ وبتجهز لهم الغدى وكانت سمعهم وهم عملين يلعب وكانت قلقانا يبوزوا الدنيا بالكورة إيه ده قصرت النيش يا فالح ينهار سود اجري بسرعة أمك هتيجي تبلعنا ده إحنا للدنا مش فيطق نهارده وطلع يجري الأب وابنه وكانوا خايفين جدا من إليسار لأنهم عارفين إنها هتطين عشاتهم تعالي إنتوا هو ده إنتوا ليلتكم سودة أنا هوريك إنتوا ابنك يا لهوي الحقون يا ناس قصروا للنيش والحد هنا تكون نهاية روايتنا السعيدة يارب تكون عجبتكم أتمنى لو عجبتكم ياريد ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل قصة جديدة وما تنسوش كمان تشيروا الرواية على الفيسبوك وكمان مع كل أصدقائكم لأن الرواية دي من أجمل الروايات اللي سجلتها بجد حلوة جدا ودخلت قلبي ومتوقعة أنكم كلكم عتحبوها وهستنى قراءكم في الكوميت كلكم تقولولي رأيكم في القصة وتقولولي يا طرع عجبتكم ولا لأ وحبين القصة الجاية تكون بتتكلم عن إيه ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا مع السلامة